اشتركوا في القناة او نقط التفاعل طبعا دون ان يؤثر على مين على بدء او ايقاف التفاعل الكيميائي رقم اتنين يقوم الفولتاميتر المتصل على التوازي بالبطارية في حالة عدم مرور طيار قهرابي بيس ايه? احنا عارفين طبعا الفولتاميتر اللي هو استخدامين اول استخدامة عندي هنا في حالة ان هنا الدايرة مفتوحة هيس مين هيس اللي هي القوة الدفعة القهرابية فقول له القوة الدافعة القهربية الكلام ده امتى? لما يكون الدائرة القهربية ملها مفتوحة عدم مرور طيار قهرابي يعني الدائرة مفتوحة وفي حالة مرور طيار القهرابي يعني دائرة مغلقة هيس مين هيس اللي هو فرق الجهت فرق الجهت يعمل كل من نقط ونقط على تنظيم وتنصيق الانشطة والوظائف الحيوية في جسم الانسان احنا عندنا فيه حاجتين بيأثروا على جسم الانسان اول حاجة اللي هي الهرمونات والحاجة التانية اللي هو الجهاز العصبي الجهاز العصبي هم الاتنين طبعا بينصاقوا مع بعض ويزبطوا مين كل الانشطة بتاعت مين بتاعت الجسم قام من دل اثناء تجربته بنزع ازدية بعض الازهار قبل نضج متوكها لمنع ايه شال الايه الازدية علشان يمنع اللي هو التلقيح مين الزاتي لمنع التلقيح الزاتي كما قام بتغطية مياسم الازهار بعد تلقيحها لمنع مين التلقيح الخالطي التلقيح الخالطي احنا عارفين التلقيح الزات اللي هي معناها انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة الى ميسم نفس الزهرة او على نفس النبات اما التلقيح الخالط اللي هو انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة الى ميسم زهرة اخرى على نبات اخر من نفس النوع اخلي بالنا. هنا مديني هنا معادلة زي ما احنا شايفين. فبقول اللي هنا في المعادلة. عند هنا الهيدروجين زاد اكسيد النحاس الساخن هي دينا حاجتين. طبعا هيكون لأول حاجة عندنا اللي هي المية بخار مية زاد مين النحاس اللي هو سيوه. وطبعا ده بيكون عليها تراصب احمر. فعندنا هنا. فعندنا هنا الهيدروجين زي ما احنا شايفين هنا عند هنا ما فيش اكسوجين طلع اليامة التانية فيه عندي اكسوجين معنى كده زادت عملية مين اللي هي زادت نسبة اللي هي الاكسوجين فبسمى العملية دية عملية اكسادة واللي بيحصل له عملية اكسادة بسميه عامل مختزل تعال نشوف كده اكسيد دي نحاس انه عند هنا في ايه في اكسوجين طلع الهامة التانية ما عندوش اكسوجين معنى كده الاكسوجين قل طالما هنا الاكسوجين قل بسمى العملية دية عملية اختزال يبقى دي بسمها عملية ايه اختزال واللي بيحصل له عملية اختزال بسميه عامل مؤكسد عامل مؤكسد تعالوا نشوفه طالب مني إيه قال لي هنا من المعادلة حدد كل من العامل المؤكسد احنا عنا مين العامل المؤكسد العامل المؤكسد اللي هو أكسيد مين أكسيد النحاس يبقى عندي العامل المؤكسد أكسيد النحاس والعمل المختزل اللي هو مين اللي هو الهيدروجين H2 من الشكل المقابل احسب شدة الطيار المر في الدائرة القهربية. عاوزين نحسب مين شدة الطيار. مديني هنا اللي هو جيم فرق الجهد. ومديني هنا ايه اللي هي قيمة المقاومة. عاوزين نجيب شدة الطيار. احنا عارفين ان ته بتساوي جيم على ميم. في اول حاجة بنكتب القانون بتاعنا. اقول له بما انه. بما انه. اللي هو اه ته. بتساوي جيم على ميم. ده اما حاجة نكتب القانون. خلي بالنا القانون بيكون عليه نص درجة السؤال. خلي بالنا. تعال انا عاوز كده. عندنا جيم بكم? لما اجيب بص هنا العمودين دول ما اتوصلين على ايه? على التوازي. يعني هنا القوة الدفعة القهربية هنا بتساوي قوة عمود واحد فقط. يعني هنا فرق الجهده عندي بكم? بي اتنين فولت. يب عندي باتنين. على ميم اللي هي المقاومة بكام قدام يب اربعة. يعني هاسم على كام على الاربعة. اتنين على الاربعة فاكام فا نص. يعني خمسة من عشر. انا بجيب من هنا اللي هي تي. اللي هي شدة الطيار. اللي هو واحدة بتاعتنا اسمها الانبير. يبقى الاجابة نص انبير. نختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة. رقم واحد. تتحكم الجينات في اظهر الصفات الوراصية للكائن الحي بانتاج. يطر الهرمونات. ولا الانزيمات. ولا الدهون. ولا الفيتامينية. طبعا انتاج مين اللي هي الانزيمات. وطبعا كل جين هيفرز انزيم معين. والانزيم ده هيكون مسؤول عن ظهور صفة معينة في ايكان الحي. للتحكم في شدة الطيار الكهربي المر في الدائرة الكهربية. يستخدم جهاز ايه? الاميتر. طبعا ده بستخدمه طبعا في قياس شدة ايه? الطيار ما ينفعش معنا. الفولتاميتر بستخدمه في حاجتين. اول حاجة قياس اللي هو فرق الجهد. لما يكون الدائرة الكهربية مغلقة. او قياس اللي هي القوة الدافعة القهربية لما يكون الدائرة الكهربية مفتوح. يعني ملوش علاقة. رقم جيم. الاميتر طبعا ده باستخدمه في قياس يمين. المقاومة القهربية. برضه غلط بالنسبة لنا. الريوستات المنزلق طبعا دي اللي جابه الصح لانه بتحكم في في قيمة مين المقاومة القهربية. ولما اقدر اتحكم في قيمة المقاومة هادر اتحكم في في شدة A الطيار من التفاعله المقابل بيدينا هنا اللي هو السوديوم عندي اللي هو ANE نكتب المعادلة بر Nebraska عشان نفهمها أكتر عندي اللي هو السوديوم ANE زائد CL2 هيكون لاتنين اللي هو NCL اتنين NCL طبعا هنا في عملية اسمها عملية اللي هي أقسادة وعملية اختزال عند السوديوم ده اللي هو التوزيع بتوعها الـ 18-2-81 هيفقد الكترون ويتحول الى ايوم موجب معنا كده دي بتمثل عملية مين عملية اكسادة يبدأ دي عبارة عن عملية اكسادة واللي بيحصل له عملية اكسادة بسميه عامل مختزل عامل مختزل تعالوا نشوفوا الكلور الكلور 17 287 ده هيكتسب الالكترون ويتحول الى ايوم سالب يبدأ اسمه عملية ايه عملية اختزال واللي بيحصل له عملية اختزال بسميه عامل مؤكسد عامل مؤكسد تعالوا نشوفه طالب ايه كده فبقول لي هنا من التفاعل المقابل فان المنحنى يمثل المركب NACL ده بيسألنا على حاجة تانية تعالوا نشوفها مع بعض كده فبقول لي هنا NACL طب دي تسمعها متفاعلات وده اسمها ايه نواتك يعني هنا بيسألنا على مين على اللي هو النواتج اللي هو NACL كلوريدو الصوديوم احنا عارفين طبعا النواتج بيكون في بداية التفاعل بيكون تركيزها 0% ومع اللي هي مرور الزمن هيبدأ يزيد معايا الى ان يصل في نهاية التفاعل تركيزه 100% طبعا الكلام ده اللي هيمثله لمين اللي هو المنحنى ايه قدامنا يبقى عندي الايه ده عبارة عن NACL يبقى ده NACL لان هنا بدأ هنا من السفر ومع مرور الزمن عمل اللي يحصل له يزيد معايا التركيز بتاعه الى ان يصل الى تركيزه 100% يبقى كده اللي جابة اللي هي مين اللي هي رقم الف اما عندي اللي هو الدي في عندي دي وفي عندي سي طبعا ديت عبارة عن مين عبارة عن المواد المتفاعلة طيب هنا في اتنين ايه اللي اتنين ايه اللي هو يمثلون مين اللي هو السي يبقى ده عبارة عن اللي هو الان ايه اما دي اللي هو السي ال ده عبارة عن مين عبارة عن سي الاتو ديت اسمها ايه مواد ايه متفاعلة هو بيسألنا على مين هنا النواتج اللي هو الان ايه سي ال يفقى له مين اللي هو الان ايه العالم المسؤول عن اكتشاف ظاهرة النشاط الإشاعي هو العالم يطرى مندل ولا هنير بيركويل ولا أوم ولا الفريد هويل طبعا مين اللي هو هنيري بيركويل وطبعا السؤال ده مالغي بنحله علشان طلبة الأزهر اختر من العمود بي ما هي يناسب العمود ايه أول حاجة عندنا اللي هي الصفة السعيدة احنا عارفين الصفة السعيدة ممكن تكون نقية وممكن تكون اللي هي هاجين يعني لما أقول لك أركابتل أركابتل دي اسمها صفة سعيدة نقية ولما أقول لك أركابتل أرسمول دي اسمها صفة سعيدة بس هاجين فهنا تماشي الاثنين معايا قد تكون نقية أو هاجينة يعني رقم كام رقم اثنين الأنبير الأنبير هنا مديني طبعا هنا فيه كولوم على ثانية الأنبير زي ما احنا عارفين قدامي ها هذا الأنبير بيساوي كولوم على ايه كولوم على ثانية فإذن دي اللي جابه الصح اللي هي رقم كام رقم واحد الصفة المتنحية طبعا الصفة المتنحية لازم تكون نقية دائما نقية يبقى رقم كام رقم اربعة لان الصفة المتنحية لما اقول لك ارسمول ارسمول لازم يكونوا الاتنين ايه اللي هي صفة ايه نقية الاوم الاوم بيساوي الفولت الاوم بيساوي فولت على مين على انبير فولت على انبير اللي هو رقم كام رقم تلاتة يبقى دية رقم تلاتة أعلن لما يأتي رقم واحد لا يمر طيار كهرابي عند توصيل موصلين مشحونين لهما نفس الجهد القهرابي مش هيمر طيار كهرابي ليه لعدم وجود فرق في الجهد يبقى الإجابة رقم جيم رقم واحد لعدم وجود فرق في الجهد القهرابي لأن انتقال الطيار القهرابي يعتمد على وجود فرق في الجهد القهرابي لازم يكون فيه فرق في الجهد قهرابي طبعا بيتنال الطيار القهرابي من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل إلى أن يتساوى في الجهد القهرابي رقم اثنين يطلق على الغدى النخامية سيدة الغدى الصماء أقول الإجابة لأنها رقم اثنين لأنها تفرز مجموعة من الهرمونات تسيطر تسيطر على باقي الغدى الصماء الأخرى فعشان كده بسمها سيدة الغدى أو بسمها الغدى الماسترو اكتب المصطلح العلمي يدال على كل من العبارات العتية رقم واحد غدد لا قنوية تصوب بإفرازاتها من الهرمونات في الدم مباشرة بسمها الغدد الصماء الغدد الصماء حالة الموصلة القهربية التي تبين انتقال القهربية منه أو إليه إذا ما وصله بموصل آخر بسمية الجهد القهرابي الجهد القهرابي للموصل التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في وحدة الزمن سرعة التفاعل الكيميائي فرق الجهد بين طرفي موصل عند بازل شغل مقدار واحد جول لنقل كمية من القهربية مقدارها واحد كولوم بين طرفي هذا الموصل طبعاً ده تعرف مين الفولت قارن بين رقم واحد هيرمون السيروكسين وهيرمون الكالوسيتونين من حيث الوظيفة طب أول حاجة عندنا مين اللي هو هيرمون اللي هو سيروكسين برقم واحد السيروكسين المهم الرئاسية بتاعته يقوم يقوم بدور هام في عمليات التحول الغذائي عن طريق إطلاق الطاقة اللازمة اللازمة للجسم من المواد الغذائية ده مهمة مين السيروكسين الحاجة التانية اللي بيسألنا عليها مين اللي هو الكالوسيتونين طبعاً ده بينظم مين مستوى الكالوسيتونين في الدم يضبط مستوى الكالسيوم في الدم رقم اثنين العيون الوسعة والعيون الضيقة من حيث نوع الصفة أول حاجة عندنا اللي هي العيون الوسعة طبعاً دي هي عبارة عن صفة إيه صفة سائدة يبقى عند رقم اثنين بالترتيب كده صفة سائدة أما اللي هي العيون اللي هي الضيقة صفة إيه صفة متنحية رقم ثلاثة المراكبات التساهمية والمراكبات الايونية من حيث سرعة التفاعل الكيميائي عند اول حاجة اللي هي مراكبات التساهمية بيكون بطيئة يبقى عند اول حاجة بيكون بطيئة طب بطيئة ليه علشان هنا التفاعلات بتتم بين الجزئات وبعضها طب ليه علشان هنا المراكبات دي هي تنوى سرعة اللي هي انحلالة في المياه وتفاككها في المياه بيكون بطيئة فعشان كده بيكون بتتم التفاعلات بين الجزئات وبعضها فعشان كده بيكون بطيئة اما اللي هي مركبات الايونية بيكون سريعة سريعة ليه علشان بتتم بين الايونات وبعضها لانها سريعة التفاكك في الماء رقم اربعة الطيار المستمر والطيار المتردد من حيث المصدر يعني ده بيجي منين وده بيجي منين فاول حاجة عندنا الطيار مين اللي هو المستمر طبعا بنحصل عليه برقم اربعة الطيار المستمر راحصل عليه من اللي هي العمدة القهربية العمدة القهربية هحصل عليه من اللي هي البطاريات هحصل عليه كمان من الخلايا القاهرو كيميائية أما اللي هي الطيار اللي هو المتردد هحصل عليه من اللي هو المولدات القهربية المولدات القهربية أو بسمية دينمو في أحد تجارب تزاوج بين النباتي بازلاء ومشاهدة النتائج تم الحصول على الهاتي أول حاجة عندنا 25 نباتزو ساق طويل ناقي 25 نباتزو ساق قصير ناقي 50 نباتزو ساق طويل هاجين لما انا بص كده على اللي هي الصفة السائدة أنا عندي هنا اللي هو الساق طويل ناقي نسبته كان 25% وعند اللي هي الصفة اللي هي السايدة برضك اللي هو الساق الطويل الهاجين نسبته كان 50% معنى كده دول مجموعهم كان 75% إيبه عند هنا اللي هي الصفة الصفة السائدة نسبتها كام خمسة وسبعين في المية عند الصفة المتنحية ليه القصير النقل نسبته كام خمسة وعشرين في المية الصفة المتنحية نسبتها خمسة وعشرين في المية يعني معنا كده نسبة تلاتة الى واحد يبقى هنا عاوز ايه هو بقى بقى هنا اوضح ذلك على قصة صراسية مع توضيح التركيب الجيني للاباء علما بقى اصفة طول الصاق اللي هي تي كابتل واصفة قصر الصاق اللي هي تي سمول هنا لازم هنا اعمل الاباء هنا الاثنين هاجين يبقى عند الاولين هيكون تي كابتل تي سمول والتاني فرض التاني اللي هو تي كابتل تي سمول طبعا ده الاولين ده هيكون طويل الصاق طويل الصاق هاجين والتاني زي برضك طويل الصاق هاجين طبعا دي اتا اللي هي بيه اللي هي الاباء هنطلع اللي هي الامشج اللي اتنين هنا مختلفين هنزلهم هما الاتنين ده المشيج الاول وده المشيج التاني اللي اتنين مختلفين هنزلهم هما الاتنين ده الاول وده التاني بعد كده هجيب اللي هو اف وان اللي هو الجيل الاول اول مع اول تي كابيتل تي كابيتل اول مع تاني كابيتل اسمول تاني مع اول وابدأ بكابيتل كابيتل اسمول تاني مع تاني لاتنين سمول لما أجب بصك هذا النسبة اللي طلت عندي طلع فعلا فيه عندي تلاتة اللي هي طويل الصاق هاجين طويل الصاق تمام فيه اتنين هنا هاجين وفيه عندي واحد ايه ناقي موام التلاتة هيدين ايه طويل الصاق نسبتهم كام 75% وعندي هنا واحد ايه قصير الصاق قصير الصاق وده نسبته كام 25% نفس النسب اللي احنا قلنا عليها في البداية 75% صفة سائدة وعندي 25% صفة ايه صفة اللي هي المتنحية يبقى عندي دية عبارة مين هيمثل اللي هو الاباء ودية اللي هي ايه اللي هو الجيل الناتج صح احمع تحتها وخط فيها العبارات الاتية رقم واحد تتناسب شدة طيار القهربي المر فيه مواصل تناسبا عكسيا مع فرق الجهد بين طرفي هذا المواصل عند سبوت درجة الحرارة طبعا نشيل عكسين وقت مكانها طرديا عند مرور غاز ماط في ماء الجير نجد انه يتعقر مين هيعقر ماء الجير الرائق طبعا مين غاز مين ساني اكسيد القربون ساني اكسيد القربون نسبة المشيج في نبات بازل لو تركيب الجين اللي قدامنا ده يسوي 75% تهلا نعمل كده مع بعض تي كابيتل تي سمول تي كابيتل تي سمول بعد كده ار كابيتل ار سمول ار كابيتل ار سمول ده اللي هو مدهوني طيب هو عاوز مين عاوز لاثنين كابيتل هنا يطرق يكون نسبته كام هنعمل هزاي ديه ده بالنسبة لا كده رقم واحد ده اتنين ده واحد ده اتنين بعد كده عامله ايه اول مع اول يبقى Key capital R capital بعد كده اول مع اول خلاص هناخد الاول مع الثاني يبقى capital small التاني مع الاول وبنفس الترتيب يعني small الاول اهها وبعدان R capital عشان دي ام شاج التاني مع التاني الاول اتنين small حلو قوي وبيسألنا على مين بيسألنا على اتنين كابيتل قدامي هوا بيسألنا على اتنين مين كابيتل طب ده نزبطهم كام طبعا ده نزبطه خمسة وعشرين في المية وده خمسة وعشرين في المية وده خمسة وعشرين في المية وده خمسة وعشرين في المية اربع ايه امشاك طلعيني يبقى عند ده نزبطه كام خمسة وعشرين في المية القوة الدفاع القهربية الكلية لعدة اعمدة متماثلة يعني كلهم شكل بعض متصل معنا على ايه على التوازي خلي بالنا بقول لي أقل من القوة الدفعة لايه اللي هو العمود الواحد طبعاً الكلام ده غلط هي مفروضة أصلا بتسويه القوة الدفعة القهربية لقوة العمود الواحد فقول له ايه تسوي يباشيقل ده كده وقول له ايه تسوي استخرج كلمة أو العبارة المختلفة أول حاجة طبيعة المتفاعلات تركيز المواد الناتجة درجة الحرارة العامل المساعد طبعاً اللي عنده غلط هنا تركيز مين؟ موضوع اللي هي ايه? النتجة. وكل الحاجات اللي عندي ديها تنادية عبارة عن عوامل بتؤثر على مين على سرعة التفاعل الكيميائي. كولوم على سانية. لما نيجي نبص كده مع بعض. كولوم على سانية. كولوم على سانية هيدينا مين? انبير. هيبدا عبارة عن انبير. وعند هنا انبير. جول على كولوم. جول على كولوم هيدينا ايه? هيدينا يبدأ عبارة عن الفولت. فولت على اوم. فولت على اوم هيدين ايه? هيدينا الامبير. يبدأ انبير. يبدأ ده انبير. وده انبير. اما ده هنشيله طبعا يبدأ الله علاقة عندنا هم. اللي هو جول على كلهم عشان ده عبارة عن من? عبارة عن الفولت. والحاجات التاني دي يقول tienes عبارة ايه? عبارة عن انبير. الصديم الرصاص النحاس الاليمونيوم. يا طرع هنشيل مين هنا? طبعا لغلط انها. ايه? اللي هو ايه النحاس عشان ده اقل نشاطا اما اللي هي مواد التاني دي تنوى بيكون ايه اخصر نشاطا رقم اربعة الراديوم السيزيوم البولونيوم الهليوم طبعا هنشي المين اللي هو الهليوم عشان ده عنصر خامل اما اللي هي العناصر التاني دي تنوى موقع عناصر ايه عناصر اللي هي مشعة طبعا السلداء يعتبر ملغي كده بالنسبة لنا رقم جيم اكتب المعادلة الدل على تفاعل كل منه رقم واحد تفاعل تعادل في حدود درستك يعني هنا تعادل يعني حمد مع ايه حمد مع قلوي عندنا والله اللي هو المسأل اللي احنا نتكلم عليه زي اللي هو حمد الهيدروكولوريك مع الصودة كوية الن ايه او اتش ده هيدروكسيد الصوديوم مع حمد الهيدروكولوريك اللي هو اتش سي ال مخفف هيكوين لي الن ايه سي ال ملحة طعام كلوريد الصوديوم زايد مين زايد مية اتش هوت هوه ده والحاجة الحاجة التانية اضافة محلول كاربونات السوديوم الى حمد الهادروكولوريك المخفف كاربونات السوديوم السوديوم اللي هو N2CO3 زاد اللي هو حمد الهادروكولوريك اللي هو HCl مخفف هيكولي ثلاث حاجات NCl ده اول حاجة زاد مية زاد مين غاز مين سانوكسيد القربون اللي هو يعكر ماء الجير عندنا هنا اتنين سوديوم هنا في واحد سوديوم في واحدة كربون هنا هنا في اتنين H هنا في اتنين H هنا في اتنين CCl يبقى كده المعادلة هاتوزنت معي اللي نتج عندي كلوريد السوديوم ومية وغاز سانوكسيد القربون يا ربكم فهمنا ما تنسناش من صلاح دعواكم كان معكم استرطاره وإلى اللي كان شاء الله في حلقة قادمة وبتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمته وبركاته وبركاته